اهلا بحضراتكم بعد الفاصل شريف بعد اول مباراة اللي ابتهى كان موجود كابت الخطيط موجود في الملعب ايه الحوار اللي دار بينك وبينه قالك ايه؟ هو يوم المطشي ونت بتلعب انت الناس حربة ولا ونجليفت ولا ونجريت ونجريت وبعدين روحت بقى عادلتي لما انت رجعت وانت عاوز نام في الوينجريت لا لا طيب مش عادلتي انا بقدي طيب هو يوم هورسي اتخدني من ايدي وقاليولي سخن في الملعب سخنت ورجعت قريت الفتحة معهم وخدني بقى ونزل بقى نزل بك الملعب نزل بقى الملعب قاله يطميني بقى اه متخافش احنا موجودين وبتاع وحنا عارفين انت لعب كويس هو من الناشئين كان بيجي دايما يديني ايه ملاحظات لينا من بلعب ضد الدرجة الاولى من شوات كده بلاش ترقص فتحي مش عارف ايه احنا مش عارفينك اللعبك كبيرا بتتعصب بعد اللي حصل الاكورة على طول ده ده ابد في الاول زمان فليه علاقة بيه برضو زي ما انت كنت حط عينك عليك اه فكنا وانا جاي مروح مثلا ايه كان عنده عربية صغيرة كده ميتمانية عشرين ميتمانية عشرين كلها وحدات اه اركب جنبه يقول لي تعال انت راحين ال النادي اقول له اه كابتن اه اه اركب انا ومجدي بقول لي مجدي فاكر لما كان دلوقت انا بقوله اه هو اللي كان بيعدينا اه اللي الله يتمر فطول عمره بالنسبة لانا كان الخطيب يعني طيب وحدة اقرب